الحديث عن التعليم الجامعي في الوطن العربي يقودنا لفتح ملف التعليم الأساسي النظامي بشكل عام حيث يعاني هذا القطاع من مشاكل كبيرة كالحشو والكم على حساب النوع إضافة إلى التقليد والتلقين والتركيز على الحفظ بدلا من تنمية الفهم والتطبيق في الواقع وتنمية ذكاء الطفل ومهاراته فالتلميذ بعد إنهائه الثانوية العامة يصل إلى الجامعة وهو لا يتحكم في لغته الأم بطريقة جيدة ولا باللغة الأجنبية ويفتقر إلى أدنى مقاومات التفكير التحليلي والتفكير النقدي حينئذ تواجه الجامعة مشكلات جمة في التعامل مع هذه النوعية من الطلاب ومن هنا تبرز التساؤلات حول أهداف الدول العربية من التعليم الجامعي وماذا تريد من تلقين المعلومات وتخريج عشرات الآلاف من الطلاب بغض النظر عن نوعية تكوينهم وعن احتياجات السوق وهل تريد فعلا صناعة المعرفة والمساهمة في حل المشاكل المختلفة للمجتمع التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في الوطن العربي تقف عائقا حقيقيا أمام تطوره والارتقاء به ولعل من أهم تلك التحديات عملية التمويل فالتعليم أصبح يكلف الكثير خاصة إذا تمت مراعاة الجودة والنوعية إلا أن ما تخصصه الدول العربية للإنفاق على التسلح يفوق بكثير ما يخصص للتربية والتعليم والبحث العلمي وما تخصصه الدول العربية قاطبة للبحث العلمي لا يتعدى الملياري دولار وهو في حدود ما تخصصه جامعة هارفرد وميشيغان الأمريكيتان للبحث العلمي فضلا عن الفجوة بين مخرجات الجامعات العربية وسوق العمل الأمر الذي يعطي انطباعا عاما بأن التعليم الجامعي لا جدوى من ورائه لا سيما في العراق الذي يعاني من انهيار التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص بعد الاحتلال الأمريكي في 2003 صناعة المعرفة تتطلب شروطا ومستلزمات وإمكانات مادية معتبرة وباحثين وعلماء في مستوى عال وإدارة رشيدة وفعالة واستراتيجية واضحة المعالم وصناعات ومشاريع تنموية تتفاعل مع المشاريع البحثية وتمولها وتستخدمها في تطوير الأداء والنتائج فضلا عن توفير بيئة بحثية ومجتمع يقدر العلم والمعرفة ويؤمن بذلك بمختلف شرائحه خاصة صناع القرار الجامعات العالمية التي تهتم بالبحوث وتنفق من أجلها الأموال الطائلة وتعمل على توفير جميع السبل الكفيلة لتخرج جيل يملك أدوات حل مشاكل المجتمع والنهوض به في حركة دؤوبة من جيل لآخر تلك هي الجامعات التي يعتز الطلبة بالانتماء إليها وتفتخر بها الأمم أما إذا غابت الوسائل والإمكانات ومستلزمات صناعة المعرفة فالكلام عن البحث العلمي وإنتاج المعرفة يبقى دون معنى